دي بعض الأحكام المتعلقة بقيام العشر الأواخر من رمضان وصلاة التراويح وزكاة الفطر ويكثر السؤال عنها في الغالب الموضوع الأول موضوع قيام الليل والتهجد والتراويح في هذه العشر الأواخر من رمضان فضلها وفضل قيامها عظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وتقول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر شد مئزره وجد واجتهد وأيقظ أهله وأحيا ليله فيجوز للإنسان بل يشرع بل يستحب قيام هذه العشر الأواخر من رمضان لما فيها وما في قيامها من الأجر العظيم ولأنها تحتوي على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وبعض الناس بيسألوا بالذات مع المساجد مقفل أو كده كيف يصلوا التراويحة التراويح ممكن تصليها في البيت جماعة مع أهل البيت يعني مع زوجتك مع أولادك مع أبوك مع أمك ممكن تصليها في البيت عادي جماعة التراويح وممكن تصليها براك إذا كان ما في زول في البيت ممكن تصليها براك نفس الطلاوح دي ذاته إما 11 ركعة وإما 13 ركعة بل ويتر والورد عن النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة كما في حديث عائشة رضي الله عنها و13 ركعة أيضا وردت كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه الجميع ودي أفضل القيام إنك تقيم ب11 أو 13 بعد ذلك إذا زدت على ال13 ما في مشكلة ما شئت لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى 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 فإن خشي الفجر فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى أو كما قال صلى الله عليه وسلم لكن الأفضل السنة كانت 11 أو 13 ممكن تصليها في أول الليل ممكن تصليها في آخر الليل ممكن تصليها في وسط الليل وإن كان في آخر الليل لمن يستطيع القيام في آخر الليل هي أفضل لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير من التي يقومون يعني يقصد إنه الليل تكون في آخر الليل أفضل من الليل تكون في أول الليل لكن إذا الإنسان بيخشى إنه لو نام ما يقدر يصحى بعدين تاني ممكن يصليها قبل ما ينوم وبعد ذاك ينوم وإن شاء الله تعتبر له قيام ليلة وإذا قام العشر الأواخر كلها بل 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 بصورة دي يكون أدرك ليلة القدر بس الإنسان يراعي إخلاص النية وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يعني يراعي أن يكون إيمانا بالله وتصديقا بما أعدى من الثواب والنعيم المقيم لمن حصل هذه الفضائل وهذه العبادات وهذه الأعمال واحتسابا يعني إخلاصا ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ويرجو الثواب ما يكون في رياء ولا يكون في سمعة في قيام الليل أن بعض الناس الواحد لما يقيم الليل يجي بكرة الصباح يعمل فيها فتران ويرائي أمام الناس أنه كان تعباء لأنه ما نام وكان بيقرأ وراء كتير أو يقعد يحكي أنه كان بيصلي لا الإنسان يخلص النية لله سبحانه وتعالى كذلك من الأحكام برضو المهمة في هذه الأيام أحكام زكاة الفطر وسمي الزكاة الفطر لأنه متعلقة بالفطر من رمضان لأنه رمضان صيام فمتعلقة بالفطر من رمضان وقت إخراجة على الصحيح كما رجح الشيخ بن باز رحمه الله تعالى بتكون تبدأ من قبل ثلاثة يوم من العيد قبل ثلاثة يوم من العيد يعني يوم تمانية وعشرين يوم تسعة وعشرين ويوم تلاتين ودوقت الجواز أما وقت الفضيلة يعني الأفضل أنه يطلع يوم العيد ذات الصباح قبل خروج الإمام إلى المصلى لأنه بطلوع الفجر يوم العيد يفطر الصايم وسمي الزكاة الفطر زكاة الفطر لأنه متعلق بفطر شنو؟ الصايم كذا الأفضل تكون بعد انقضاء رمضان بعد طلوع الفجر يوم العيد لكن قبل ما يطلع الإمام إلى مصلى العيد الحكمة منها كما قال ابن عباس هي تهر للصايم من اللغو والرفث لأنه أثناء الصيام قد يحصل من الإنسان لغو أو رفس أشياء تنقص من صيامه فلما يطلع زكاة الفطر تكون له طهارة مما وقع منه من اللغو والرفث وقال أيضا رضي الله عنهما وطعمة للمساكين وذي الحكمة الثانية طعمة للمساكين واللي يخرج يخرج من شنو بعض الناس بيقولوا يا أخي مال وشيء بعضهم حددوا قالوا مية وكم وحدين قالوا كم الصحيح يا جماعة العلي والجمهور جمهور الأئمة الأربع المالكية والشافعية والحنابلة الثلاثة أئمة ذيل قالوا ما يجوز تخرج مال وإنما تخرج عينا ليه؟ لأنه حديث ابن عمر وغير من الحديث قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من رمضان صاعا من طعام فالرسول عليه الصلاة والسلام فرض بصفة معينة إن هي الطعام ما مال وقد يقول قال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في أموال وطبعا ده ما صحيح في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الصحابة كان في مال موجود قروش يعني كانت موجودة ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند البخاري قال تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم فذي يدل إن في زمنه صلى الله عليه وسلم كان في دينار وكان في درهم وكذلك في زمن عمر بن الخطاب كما نقل ابن تيمة في منهاج السنة النبوية عليه رحمة الله إن عمر بن الخطاب أتي إليه بنائحة نائحة يعني بأجروها بالقروش أشان تجي تنوح الزلمة ما تلع لكن لو في نفس ما تلعهم الزلمة تجي تنوح أشان يدعها قروش فأمر بضربها فقيل له يا أمير المؤمنين إنها تتكشف أو خشية تتكشف أثناء الضرب قال أضربوها لا حرمة لها فإن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن النياحة وقد أحلته أو قد ناحت وإن الله أمر بالصبر وقد نهد عنه وأمرت بالجزع ثم قال رضي الله عنه قال وَإِنَّمَا هِيَ تَبْكِي لِدَرَاهِمِكُمْ وَلَا تَبْكِي لِمَيِّتِكُمْ فالشاهد في قول عمر قال تَبْكِي لِدَرَاهِمِكُمْ دَرَاهِمِكُمْ إذا كان عندهم عملات عندهم الدرهم عندهم الدينار رغم ده قال صاعا من طعام زكاة الفطر الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده فطالما المال فيه والرسول خلاه وقال ما تطلعه ما قال طلعه منه قال طلعه من الطعام ده من أكبر وأقوى الأدلة على إنه ما يجوز إخراج مال بل الشيخ ابن عثيمين قال البطلع مال ده ما طلع زكاة الفطر أصلا لابد يعيد تاني والناس ما يركبوا راسه وقولوا لا وليه وده محتاج أكتر ما في تنظير يا جماعة ده الدين كده الشريعة جعل الصلاة الصبح وركعتين والضور أربعة والمغرب تلاتة ليه ليه ما يكون كلهم أربعة ما يكون كلهم تلاتة ما يكون كلهم اتنين ما يكون كلهم خمسين خمسين ركعة ليه ليه هفزوا ليه يقدر يجاوب لأن ربنا سبحانه وتعالى يريد ذلك في أي شيء ربنا سبحانه وتعالى شرعوا فرضوا لابد فيه حكمة لابد لكن فيه حكم نعلمه ربنا يورينا ليه بالكتاب والسنة وحكم يخفيه عننا فخلاص طعام طلع طعام عرفت الحكمة عرفت ما عرفت طلع برضو طعام ما تقول ليه ودخل عقلك وتعترض على النبي عليه الصلاة والسلام بعقلك وذي أخطر حاجة شكذا ربنا قال عن الذين يعترضون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ثم الإنسان يطلع المقدار بتاعه عن كل أحد صاع عن كل أحد صاع يعني الربع ده حقنا ده الربع ده اللي ونص الكيلة ده ده بيكفي عن ثلاثة أنفار وإذا كان بالموزون الشيخ ابن عسيمين قال إذا كان من القمح عن الشخص الواحد اثنين كيلو واربعين جرام يعني اثنين كيلو وربع اثنين كيلو وربع عن الشخص الواحد إذا كان من القمح الجيد طيب فالإنسان يطلع عن نفسه وعن من يعول عن نفسه وعن من يعول أما الحمل في البطن لو واحد عنده زوجته حامل ما واجب يطلع عن الحمل في البطن لكن عثمان بن عفان كان يطلع عن الحمل في البطن برضو يخرج عنه تعطى لمن؟ تعطى للمساكين الناس المساكين لأنه قال ابن عباس قال فرض النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر من رمضان طعمة للصائم من اللغ والرفث وطعمة للمساكين فتعطى للمسكين ويجوز أنك تعطي كم زكاة حقت كم شخص لمسكين واحد بجوز واحد بس أو أسرة واحدة مسكينة ممكن تدي لها بجوز ما فيه شكال هل يجوز نقلة من بلد لبلد ناس كتار بيسألهم الأسواد كتار جدا الأصل أنك تطلع في البلد اللي انت فيها العلماء قالوا لكن البلد اللي انت فيها لو ما فيها مساكين يجوز تنقول لي بلد أخرى فيها شنو مساكين أو يجوز توكل أحد ترسل له وتوكل ويقول لها طلع عليه دقيق من كذا نقوط البلد الفلانية وادية للمساكين جنبك فده كل جائز ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم كبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر